أبنائي طلبة الصف السادس الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في هذا الدرس المصور من دروس التعلم عن بعد لمادة اللغة العربية درسنا اليوم هو الجزء الثالث من رياضة المغامرات هل أنتم مستعدون؟ هيا بنا كل أبنائي في الجزئين الأول والثاني من هذا الدرس قد استعرضنا معا النص سريعا ثم قرأنا وناقشنا الفقرات الأربعة الأولى من النص وتعرفنا بعض معاني المفردات وتوصلنا إلى المعنى العام وإلى الفكرة الرئيسة في الفقرة الأولى والفكرة الرئيسة للفقرة الثانية والفكرة الرئيسة للفقرة الثالثة وأيضا الفكرة الرئيسة للفقرة الرابعة وفي درسنا لهذا اليوم سنستكمل قراءة ومناقشة فقرات أخرى من النص دعونا أبنائي أولا نتعرف أهداف الدرس أهداف الدرس يتوقع من الطالب في نهاية هذا الدرس أن يقرأ الفقرات المحددة قراءة جهرية سريمة بطلاقة ومعبرا عن المعنى يصنف بعض المصطلحات بحسب المجال الذي تنتمي إليه يحدد معلومات وتفاصيل مهمة في النص بشكل صحيح يستنتج الأفكار الرئيسة للفقرات المحددة استنتاجا صحيحا هيا بنا أبنائي ننطلق معا لتحقيق هذه الأهداف أبناء العزاء أرجو أن تقوموا بفتح مصدر التعلم الصفحة الثامنة والسبعين حيث سأقرأ على مسامعكم قراءة جهرية هذه الفقرة التي تتحدث عن رياضة الطيران الشراعي وهذه الفقرة أيضا التي تتحدث عن رياضة سباق السيارات الرالي إضافة إلى قراءة هاتين الفقرتين القصيرتين التي يختم بهما الكاتب النص بحديثه عن فوائد ممارسة رياضة المغامرات ودعوته إلى ممارسة واحدة منها لاستمتاع بتجربة مميزة وأرجو أبناء أن تحسنوا الإصغاء أثناء قراءتي وأيضا تتابعوني بصريا ويفضلوا أن يكون ذلك من خلال كتبكم وأرجو أن تنتبهوا أثناء القراءة إلى أهمية الالتزام بنطق الحروف من مخارجها الصحيحة والتعبير بنبرة مناسبة للمساهمة في توضيح المعنى والوقوف أيضا عند علامات الترقيم لتمثيل المعنى سأبدأ القراءة الآن هل أنتم مستعدون؟ حسنا رياضة الطيران الشراعي هذه الرياضة تقوم على استخدام مظلة خاصة مصنوعة من مادة خفيفة من القماش القوي المحكم النسج تتحدى مسابقات الطيران الشراعي قدرات الطيارين في مدى تمكنهم من قيادة الطائرة الشراعية والتعامر مع الظروف المناخية المختلفة باستفادة من التيارات الهوائية يشرف على هذه الرياضة الاتحاد الدولي للرياضات الجوية الذي يتخذ من سويسرا مقرا له رياضة سباق السيارات الرالي تعد هذه الرياضة سباقا للتحمل والسرعة وتشمل مراحل مختلفة يحصل المتبارون في نهاية كل منها على عدد من النقاط وتتم سباقات السيارات الرالي في أغلب الأحيان على الطرق العامة المفتوحة للسير الطبيعي وقد تكون هذه الطرق زلقة في الشتاء أو مكتلة أو مكسوة بالثلج ويعد سباق رالي قطر للسيارات من أشهر السباقات التي تقام سنويا في منطقة الشرق الأوسط والعالم إن رياضة المغامرات برغم ما تحتويه من مخاطر تحقق لهواتها والمقبلين عليها متعة كبيرة وسعادة غامرة وذلك لأنها تشبع رغباتهم في الانطراق والاستمتاع وتقدم لهم مزيجا من الإثارة والمغامرة والتحدي فإن كنت ممن يعشق التحدي والمغامرة تعال ومارس واحدة من هذه الرياضات واستمتع بتجربة فريدة أبنائي لا بد أنكم تنبهتم إلى أهمية الالتزام بنتق الحروف مما خارجها الصحيحة ونتق الحروف المشددة في بعض الكلمات حيث ورد في أكثر من كلمة مثل مظلة خاصة مادة القوي وغيرها أيضا الكثير من الكلمات وتنبهتم أيضا إلى أهمية الوقوف عند علامات الترقيم لتمثيل المعنى كالوقوف قليلا قبل وبعد الشرطتين التي تضمان جملة معترضة في أغلب الأحيان هذه نسميها جملة معترضة فنقرأ العبارة في هذه الفقرة بالطريقة التالية وتتم سباقات السيارات الرالي في أغلب الأحيان على الطرق العامة المفتوحة للسير الطبيعي ونجد أيضا الجملة المعترضة في هذه الفقرة هنا برغم ما تحتويه من مخاطر فنقرأ العبارة في هذه الفقرة بالطريقة التالية إن رياضة المغامرات برغم ما تحتويه من مخاطر تحقق لهواتها والمغفرين عليها متعة كبيرة أبنائي أرجو أن تعيدوا بأنفسكم قراءة الفقرات السابقة قراءة جهرية بطلاقة معبرين عن المعنى أمام أحد من عسرتكم أبنائي لا شك أن هناك كلمات وتراكيب جديدة في هذه الفقرات التي قرأناها نحتاج معرفتها لتساعدنا على فهم المضمون ودعونا نبدأ بهذه الفقرة ما المقصود أبنائي بمصطلح التيارات الهوائية أحسنتم فكما جاء في حاشية الصفحة التيارات الهوائية كتلة من الهواء تتحرك من مناطق الضغط المرتفع إلى مناطق الضغط المنخفض ومن الجدير أبنائي بالذكر أن النص الذي ندرسه قد احتوى على عدد من المصطلحات تنتمي إلى مجالات مختلفة مثل مجالي العلوم والجغرافيا ومصطلح التيارات الهوائية هنا ينتمي إلى مجال الجغرافيا في هاتين الفقرتين القصيرتين أبنائي ما المقصود بزلقة أحسنتم ما الساء يسهل التزحلق عليها ما معنى كلمة مكسوة أحسنتم مغطا وفي هاتين الفقرتين القصيرتين أبنائي ما المقصود بتركيب والمقبلين عليها أحسنتم الراغبين أو المقدمين على ممارستها ما المقصود بجملة تشبع رغباتهم أحسنتم تلبي احتياجاتهم ما معنى كلمة مزيجا أحسنتم خليطا ماذا عن كلمة فريدة أحسنتم مميزة وقد تأتي أيضا بمعنى نادرة ولكن في سياق آخر غير هذا السياق مثل أن نقول هذه عملة قديمة فريدة أبنائي أرجو أن توقفوا هذا العرض وتقوم بالإجابة عن السؤال الثاني الصفحة الثمانين والقسم جيم من السؤال الأول من أسئلة لغة النص الصفحة الثمانين وأيضا القسم جيم من السؤال الثاني من أسئلة لغة النص الصفحة الثمانين وبعد الانتهاء أعيدوا تشغيل العرض لتتابعوا إجابتي لها حل التدريب صنف المصطلحات الآتية بحسب المجال الذي تنتمي إليه في الجدول التالي ثم قرأ كل منها قراءة صحيحة أمام معلمك وزملائك المصطلحات هي الكثبان الرملية الظروف المناخية ضغط الدم التيارات الهوائية صعوبة التنفس نريد تصنيف هذه المصطلحات في هذا الجدول منها ما ينتمي إلى مجال العلوم ومنها ما ينتمي إلى مجال الجغرافيا دعونا نصنفها معا ضغط الدم يصنف في مجال العلوم وصعوبة التنفس أيضا أما الكثبان الرملية فتصنف في مجال الجغرافيا والظروف المناخية أيضا والتيارات الهوائية كلها تصنف هنا في مجال الجغرافيا أبنائي قارنوا إجاباتكم بهذه الإجابات أبنائي قارنوا إجاباتكم بهذه الإجابة في القسم جيم من السؤال الثاني نريد أن نستنتج معنى التركيب باللون الأحمر جيم إلا أنها تحقق لهواتها والمقبلين عليها متعة كبيرة وسعادة بالغة ما معنى تركيب والمقبلين عليها أحسنتم والراغبين بها أو المقدمين عليها أبنائي قارنوا إجاباتكم بهذه الإجابات والآن أبنائي دعونا نناقش معا الفقرات التي قرأناها ونبدأ بهذه الفقرة والتي تقدم معلومات عن رياضة الطيران الشراعي من خلال الإجابة عن الأسئلة الآتية أبنائي ما الوسيلة التي تستخدم في ممارسة الطيران الشراعي أحسنتم مظلة خاصة من القماش المنسوج القوي ما التحديات التي يواجهها ممارس رياضة الطيران الشراعي أحسنتم التحديات التي تواجههم هي مدى تمكنهم من قيادة الطائرة الشراعية وأيضا كيف يتعاملون مع الظروف المناخية حسنا كيف يمكنهم تجاوز هذه التحديات أحسنتم يجب أن يستفيدوا من التيارات الهوائية في قيادة الطائرة الشراعية حسنا أبنائي من هي الجهة العالمية التي تشرف على هذه الرياضة وأين مقرها أحسنتم الاتحاد الدولي للرياضات الجوية ومقره في سويسرا حسنا أبنائي ما الفكرة الرئيسة التي نستنتجها لهذه الفكرة أحسنتم المبادئ التي تقوم عليها رياضة الطيران الشراعي والتحديات التي يواجهها ممارسوها دعونا أبنائي نناقش هذه الفكرة التي تتحدث عن رياضة سباق السيارات الرالي أبنائي ما الذي يميز رياضة سباق السيارات عن غيرها من الرياضات؟ أحسنتم أحسنتم تعد سباقا للتحمل والسرعة وتشمل مراحل مختلفة حسنا أين تجرى مثل هذه المسابقات غالبا أبنائي؟ أحسنتم على الطرق العامة المفتوحة كيفما كانت حالتها؟ حسنا ما أشهر سباقات الرالي التي تقام سنويا في منطقة الشرق الأوسط؟ أحسنتم سباق رالي قطر للسيارات وهو مشهور أيضا على مستوى العالم حسنا أبنائي ما الفكرة الرئيسة التي نستنتجها لهذه الفقرة؟ أحسنتم مميزات رياضة سباق السيارات الرالي والصعوبات التي تواجهها أبنائي في هذه الفقرة والتي تعتبر خاتمة النص ما الذي تحققه رياضة المغامرات لممارسيها أبنائي؟ أحسنتم المتعة والسعادة والإثارة وتجاوز التحديات بما وصف الكاتب تجربة ممارسة إحدى رياضات المغامرات؟ أحسنتم وصفها بالتجربة الفريدة أي المميزة حسنا أبنائي ما الفكرة الرئيسة التي نستنتجها لهذه الفقرة؟ أحسنتم بيان الفوائد التي تحققها رياضة المغامرات والدعوة لممارستها للاستمتاع بتجربة مميزة أبنائي أرجو أن توقفوا هذا العرض وتقوموا بالإجابة عن القسمين جيم ودال من السؤال الأول من أسئلة الفهم والتحليل الصفحة الثالثة والثمانين والسؤال الثاني أيضا من أسئلة الفهم والتحليل الصفحة الرابعة والثمانين والسؤالين الرابع والخامس من أسئلة الفهم والتحليل الصفحة الرابعة والثمانين وبعد الانتهاء أعيد تشغيل العرض لتتابعوا إجابتي لها حل التدريب أبنائي قارنوا إجاباتكم بهذه الإجابات أبنائي هذا ما تعلمناه في هذا الدرس بارك الله فيكم ونلقاكم بإذن الله في جزء آخر إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر